وكأنه ناشط حقوقي وليس أعلى مسؤول في الدولة رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي يقول إن ملف المغيبين قصرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وإنه يشارك ذويهم أحزانهم وآلامهم على فقد أبنائهم الكاظم استقبل عددا من العوائل من محافظتي صلاح الدين والأنبار وأيضا من مدينة الصدر في العاصمة بغداد ممن غيب أبناؤهم قصرا بمناسبة اليوم العالمي للإخفاء القصري ليستمع وفق مكتبه الإعلامي إلى قصص مؤثرة روتها العوائل عن أبنائها الذين اختطفوا في أحداث مختلفة وأوقات متباينة الكاظمي قال إن هذه الممارسات غير القانونية مرفوضة سواء كانت أسبابها طائفية وسياسية وهم عدهم مراقبون بأنه إقرار ضمني بمعرفة الكاظمي للجهات التي اختطفت وأخفت فيما بدى رئيس الوزراء هنا وكأنه يحن إلى مهنة الصحافة التي مارسها طويلا عبر كلام إنشائي لا يمت إلى حجم المسؤولية التي يتقلدها بصلة لا سيما وأنه شغل قبل ذلك لئاسة جهاز المخابرات ويعلم الجهات المسؤولة عن عمليات الخطف والتغييب والأماكن التي حولتها الميليشيات إلى معتقلات كبيرة عمليات الخطف والتغييب التي بلغت ضروتها عام 2014 وما بعدها في المعارك مع تنظيم داعش تواصلت على قدم وساق لتشمل مناطق أخرى حيث كشفت منظمة فرانكفون الفرنسية لحقوق الإنسان عن تغييب أكثر من 8600 شخصا في العراق منذ عام 2017 ليضافوا إلى الآلاف الذين ما زال مصيرهم مجهولا وفق العديد من المنظمات الدولية من بينها منظمة هيوم الرايس ووتش التي تؤكد أن عدد المخفيين في العراق يتراوح ما بين 250 ألفا إلى مليون شخص وتشير العديد من التقارير إلى أن مدنيين ونشطاء مسالمين اختطفوا وغيبوا من قبل قوات حكومية وميليشيات وأودعوا في مراكز اعتقال سرية دون منحهم وسيلة اتصال مع عوائلهم التي تجهل مصيرهم فيما يبقى الدور الحكومي مقتصرا على التفرج إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيات في بلاد باتت تحتكم إلى شريعة الغاب